اهلا بكم مشاهدين وحييكم في جولاتنا الرياضية لهذه الساعة اختار الفنون القتالية في الحقيقة فاختارت أن تمنحه ألقاب البطولة وترفعه إلى منصات التتويج هو الإماراتي أحمد الدرماكي لعب الفنون القتالية المختلطة الذي تحدث عن مشواره الرجاضي ضمن المقابلة التي خصاني بها نتابع مشاهدين يساعدنا أن نلتقي اليوم بالبطل الإماراتي في الفنون القتالية المختلطة أحمد الدرماكي أهلا بك أحمد أحلام ومرحبا أحمد يعني كلمني عن بداياتك في هذه اللعبة المميزة واللي برست فيها كأول إماراتي سيشارك وينافس في الفايت ووريورز اللي هيكون في أبوزابي إن شاء الله أول شي بسم الله الرحمن الرحيم بدايتي أول بدايتي كانت في بريطانيا كانت في منطقة بورمث في إنجلند ومن بعدها اتجهت لرياضة الاسبرينتس بعد الاسبرينتس يتيني رجعت الإمارات كانت عندي دورة أربع سنوات هناك كنت عسكري ست سنوات بعد العسكرية رجعتني وكنت أسوي ماراثون ماراثون قلت خلني أسوي long distance وسويت ماراثون بدايتي أول بدايتي بعد كانت في الجيش كنت دايماً أيب الأول كنت دايماً أيب الأول فقلت خلني أجرب في واحد من الشباب قال لي أنصحك نصيحة أنك تختار لك مدرب معين وأنك تكون مقتنع فيه وستهل معين وأنك تدخل والحمد لله اللهم لك الحمد تعرفت على شخص اسمه أناس سراج من المغرب وهذا الشخص كان عايش في بريطانيا بدأ معك المشوار وبدأ معي من الشوار فبديت معه يعني اللي عجبني فيه يعني مثل لحصان يروضني كيف كنت أسوي أنا سبرنتر عندي الانجورنس عندي شيء لكن ما أعرف كيف أستخدمه لأني أهجم بسرعة لأنه ليش متعود